موسيقى بشعار جيجل باللون الوردي احتضنت دارو التقاف عمرو الصديق فعاليات الملتقى الدول حول سرطان التدي ليكون خاتمة للحملة التحسيسية لجمعية اضواء للاشخاص المصابين بالسرطان التي تزاملت مع الشهر العالمي لسرطان التدي او بالاحرى اكتوبر الوردي الهدف منه هو الويكاية والتوعية من مخاطر سرطان التدي في الجزائر العامة وجيجل خاصة من خلال هذا الشهر العالمي اكتوبر كما قلنا جيجل باللون الوردي كمنا بتحسيس في 23 بلدية من حيراق زيامة سيدي عبدالعزيز طاهر ميليا يعني وين قمنا بتحسيس والويكاية مع بناتنا امها زياننا والاخوة زياننا في مراكز طفل والامومة دور الشباب مراكز رياضية وكذا مراكز تكوين مهني وبالاخص في الهيكمة الجميعية الملتقى نشطه اطباء واخصائيون من داخل وخارج الوطن انصبت جل تدخلاتهم حول الفحص والتشخيص المبكر لهذا الدائل اكتر رواجا بين النساء الكنسر الكنسر هو كم كل الكنسر من الان اولا هو الكنسر الاستمرار استطيع الكنسر ونحن نقول هذا لغاية اطباء المساعدة دائما يمكنك أن نتمره لإنهاء في الثاني يمكنك أن نتمره لما على الأفضل من تجميع الأفضل من المتحدثين في حصول العمل في السنة حذر أولاً في سنة في عام 2018 لمدة سنة ويستمره في المدرسة الأمور برد من المدرسة لنفخصية نجد المتحدث لأن المدرسة من المدرسة ويتلقع من الساعة المعنى السابق كيف رصر والسرطان جاء الله كانت لم نكتبا لها تشخيص سرطان ويتم وقليل أهمية التشخيص المعنى السابق وأهمية الأكزامان أنابات المدساء باتولوجيسين في المساعدة من هذا الكنسر خاصة في الدياغنوستيك التشخيص وثانياً لأوريونتاشن وكتابة في التراتم استحسان كبير سجل وسط الحضور أمام هذه الببادر التي أشعلت أمل الشفاء عند المرضى وغرست الطمأنين في نفسية الآخرين وغرست الطمأن عندما تتحدث عن المرضى وغرست الطمأنه لا يوجد مدساء لا يوجد مدساء لا يوجد مدساء لا يوجد مدساء وعلى مدساء لا يوجد مدساء لا يوجد مدساء لا يوجد مدساء لا يوجد ميد سأكون للمشابة في المعنوى والحمد لله اللي راح موقفين معنا الأطيبة يعني من خارج الوطن وداخل الوطن وش يعني كما يقول وناس الخير والمحسنين لما كي يوقفوا معنا ويوقفوا الشعب هذا معنا كامل لما كي نحسوا بروحينا موش مراد خلاص ضرورة الكشف المبكر على هذا الداء واجبة والوقاية خير من العلاج شعار يجب تطبيقه والالتزام به لتفادي الوقوع بين مخالب هذا الداء الذي لا يرحم اشتركوا في القناة